تحقيقاً لعنوانه الأول والعريض لا شرقية ولا غربية يعزز زعيم التيار الصدري وحدة الشارع السياسي العراقي في بغداد وأربيل على مبدأ النقاش والحوار وفد التيار الصدري الذي وصل أربيل للقاء قادة الحزب الديمقراطي الكردستاني لصناعة تفاهمات تساهم في وضع لبنة أساسية للشروع نحو تشكيل الكتلة الأكبر رسم ملامح الطريق إلى أول جلسة للبرلمان وعلى مبدأ الأغلبية التي يريدها الصدر واتفق عليها الوسط السياسي تستمر عجلة الحوارات للتقارب في صناعة حكومة جديدة وتحديد شخصية رئيس الوزراء المقبل قبل تاسع من الشهر الحالي شريطة أن تلتائم الكتلة الأكبر خلالها وفق الدستور العراقي وهنا لا بد من التحرك نحو طريق واحد من اثنتين فإما التوافق على الكتلة البرلمانية الأكثر عدداً أو ترك الأمور ضمن معطيات الجلسة الأولى والتي قد تشهد مفاجآت غير متوقعة لكن الصدر الذي طالب بصناعة حكومة أغلبية وطنية وضع حجر الأساس لمستقبل سياسي واضح الملامح يحقق أمال الشارع العراقي بما ينتج عن حكومة مقتدرة فاعلة تحمي مصالح البلد وتعزز سيادة القانون وهيبة الدولة وخدمة العراقي الذي طالب ببرلمان جديد يعيد ترتيب الأوراق السياسية المتراكمة دون جدوى في سنوات الماضية ويحدد مستقبل البلاد للخروج من نفق الأزمات المتتالية ترجمة نانسي قنقر